من ناحية أخرى هتلاقي أنه الناتو أيضا أصبح بيطالب تركيا بغلق مديقية بسفور والدننديل وتقف تركيا في هذه الحال وهي في حالة حيرة هل تركيا تسمع كلام الناتو اللي هي عضوة فيه ومن ناحية تانية تبقى بتحاول تخلق تقارب ما بينها وما بين الاتحاد الأوروبي ربما يسمح لها الاتحاد الأوروبي بأن تعود مرة أخرى للتفكير في أن تكون عضوا في هذا الاتحاد بس كمان عندها حيرة أخرى أنها عندها خطوط وحدود طويلة للتماس مع روسيا الاتحادية ولديها أيضا علاقات جيدة بروسيا وزي ما حضراتكم عارفين كانت لسه شريعة صفقة أسلحة من روسيا متعلقة بسواريخ أس الشهيرة اللي هي السلسل بتاعتها 300 و400 و500 وأظن هلما جر فتقف تركيا هنا وهي في حالة حيرة هنعمل إيه نسمع كلام الناتو ولا ونعادي روسيا ولا ما نسمعش كلام الناتو فنبقى كسبنا الرضا الروسي فنخسر الناتو ونخسر الاتحاد الأوروبي وضع محير لا تحسد عليه على الإطلاق من ناحية تانية لازم برضو حضرتك تقدر تبص على الوضع الأوكراني أي كييف كييف بتقول إحنا مستعدين لخوض المفاوضات كويس والمفترض أن المفاوضات دي هتتم في مدينة على الحدود ما بين أوكرانيا وما بين بيلاروسيا الأول المفاوضات كان هيبقى مقرها فين جوة بيلاروسيا جات أوكرانيا وقالت لا إحنا مش هندخل على بيلاروسيا إحنا نخلي المفاوضات على مدينة حدودية اسمها جومبل فمفترض أن الوفد المفاوض الأوكراني بدأ التحرك إلى مدينة جومبل لبدء المفاوضات ما بين أوكرانيا من جهة وموسكو من جهة أخرى اشتركوا في القناة